الحمد لله شايفين الأجواء جيدة المباراة هتكون أمام منافس محترم وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي على رأس البعثة وتواجده الفترة اللي فاتت دي كلها من ساعة مباراة سانداون لحد النهاردة يعني بيدي اللعيبة حتة اطمئنان وإن أنت وتحفيز أن أنت أنا معاك أهو زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة كابتن محمود الخطيب مع اللعيبة وزي ما قلنا الماتش اللي فات الكابتن محمود الخطيب هو حاسس بقى حاسسهم هو كان في يوم من الأيام في مكانهم هو لو كان يقدر يلعب كان لعب وخلي بالكو يعني لما يكون رئيس النادي واقف جنبك ومعاك في كل خطوة دي بتديك أمان واتمأنينة وكمان إيه بتبقى مش عايزة أقول بتمثل ضغط لا بتديك إحساس بالمسئولية إن أنا لما نزل الملعب لازم أموت نفسي أموت نفسي علشان حلم الجمهور الأهلوي الكبير ده بطولة الصبر النهاردة يعني أحياناً بتبقى داخل مباريات طبعاً لما بنخش مباريات كتير إحنا بنقعد نقول إيه الفنياً مين حالته الفنياً أحسن اللعيبة بتوع فريق أحسن لعيبة النادي الأهلي أحسن من اللعيب لا 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 ما بتنتخدش كده خالص في الماتشات اللي هي بتبقى فيها فرصة وحيدة أو مايبقاش فيها تعويض الماتشات دي ما لهاش ثوابت ما لهاش مخييس أنت بتلعب على مباراة واحدة ويمكن حضراتكم شفتوا من يومين مان يونيتد لما كان بيلاعب فيا ريال وكانت التكاهنات أن المان يونيتد هو اللي يكسر ولكن فضل فيا ريال لحد الآخر متعادل لحد ما وصلوا لركلات الجزاء في النهاية وصلوا ركلات الجزاء بغض النظر عن المستوى الفني بين الفرقتين بغض النظر عن التكاهنات بين الفرقتين لصالح مين قبل المباراة ما لهاش علاقة خالص ماتش الفرصة الوحيدة دوت أو الفرصة الوحدة أو ماتش الكاس أو ماتش البطولة الفاينال ده لا مالوش ثوابت مالوش مخييس إنما أنت إن شاء الله أنا أتمنى التوفيبنا عند ربنا دي أول حاجة توفيبنا عند ربنا حصلش إصابات بإذن الله لعبيتنا تكون رجالة بإذن الله ناخد البطولة